موسيقى نحييكم من العاصمة العراقية بغداد ونقدم لكم النشرة العراقية وفيها موسيقى متحدون تعلن رفضها بقاء المالك لولاية ثالثة وان نجيف يقول ان قوة الدولة لا تعني فرض ديكتاتورية جديدة موسيقى باكر جبر الزبيدي يعتبر ان الوقت حال لتولي المجلس الاسلامي الاعلى رئاسة الحكومة ويقول انه الاقدر بين المرشحين لهذا المنصب موسيقى الستوتة وسيلة نقل استحدثها ابناء النجف باتت تنافس سيارات الاجرى وتعتمد عليها النساء في تنقلهم موسيقى السلام عليكم ايام على دخول الصمت الانتخابي لكنه قبل ذلك بدأ ان كل شيء مباح فالخطابات ترتفع وطيرتها والاتهامات باتت غير مسبوقة شهر الجميع ما يملكونه من اسلحة ورموا بها على طاولة الانتخابات والعين على مكان واحد رئاسة الوزراء خصوم المالكي لا يريدونه لولاية ثالثة قالها اتلف متحدون اليوم وقبلها اتلف الوطنية اتلف المواطن عينه على هذا الكرسي قالها بالامس القيادي في المجلس الاعلى باكر جبر الزبيدي على شاشة الميادين مضيفا انه الاقدر على شغل هذا المنصب في المقابل يبدو ان اتلف دولة القانون مرتاح لوضعه قراءته المسبقة للنتائج تقول عكس ما يرجوه الآخرون وفي النهاية الكلمة لما سيضعه الناخب العراقي في سناديق الاقتراع وقبل الدخول في تفاصيل النشر العراقية نتوقف مع موجز لأهم وآخر الأخبار مع الزميلة هيبة محمود فضل هيبة شكرا لك راميا اهلا بكم بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي الى شرق الاوسط ميخايل بكدانوف في موسكو مع القيادي في الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير السورية المعارضة قدر جميل الوضع في سوريا بيان للخرجية الروسية اشار الى ان الطرفين بحثا تطورات في سوريا وسبل تسوية الازمة فيها باسرع وقت رأى وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق ان الهدف من الخطط الامنية في بلدة الاطفال الحدودية مع سوريا هو حماية اهلها من احتمال اندلاع اشتباكات بين الجيش السوري والمسلحين يتذلك فيما وصلت قفلة المساعدات الانسانية والغذائية الى البلدة وتوقفت العناصر الامنية في بلدة رأس الحرف المحاذية للطفال بحسب مراسلنا ظهرت في الاوينة الاخيرة شعارات داخل مدينة الطائف السعودية تؤيد تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام وتؤكد تمدده في المملكة الشعارات شهدت على جدران مؤسسات الاحوال المدنية والجوازات والمباحث العام الجدير ذكره ان عددا كبير من السعوديين يقاتل مع التنظيم في سوريا كما ان سلطات المملكة سبق وصنفت داعش ضمن التنظيمات الارهابية في اغتيال هو الثاني خلال 24 ساعة قتل النائب الصومالي عبد عزيز إصحاق مرسال بالرصاص اليوم في مقديشو هذا الحدث يأتي غداد اغتيال النائب إصحاق محمد علي وإصابة زميله محمد عبد بانفجار عبوة الناسفة زرعت في سيارة أحد النائبين في العاصمة مقديشو رأى رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة أن الوضع الأمنية سيتحسن في ظل جهود قوات الجيش في مكافحة الإرهاب وملاحقة الإرهابيين في جبل الشعنبي وفي افتتاح المؤتمر الوطني للحوار الاقتصادي أعلن جمعة أن حكومته ستعمل على تنقية الأجواء لضمان حصن تنظيم الانتخابات المقبلة من دون المشاركة فيها حذر نائب الرئيس الأمريكي جون بايدن روسيا من عزلة أكبر إذا لم تنزع فتيلة تصعيد في أوكرانيا بايدن وبعد لقائه رئيس الوزراء الأوكراني في كييف دعا موسكو إلى سحب قواتها على الحدود مع أوكرانيا وتوقف عن الكلام والبدء في العمل لتسليم المتشددين الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا على حد تعبيره الآن نعود إلى العراق ورامية أهلا بكم من جديد نبدأ من المهرجان الذي أقامه اتلاف متحدون في بغداد رئيس الاتلاف أسامة النجيم في اتهم من اسماهم بالديكتاتورية الجديدة بسعي لتحويل السلطة والجيش إلى قوة هدفها سحق الشعب مؤكدا أن قوة الدولة إذن نعتذر عن هذا العطل التقني ونتابع النشرة إذن نبدأ من المهرجان الذي أقامه اتلاف متحدون في بغداد فرئيس الاتلاف أسامة النجيف اتهم من سمهم بالديكتاتورية الجديدة بالسعي لتحويل السلطة والجيش إلى قوة هدفها سحق الشعب مؤكدا أن قوة الدولة تعني شركة الطيف العراقي فيما أكد رئيس قائمة بغداد في اتلاف متحدون ظافر العاني أكد رفضهم بقاء رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة أن قوة الدولة لا تعني دكتاتورية جديدة ولا تعني دولة حزب واحد وشخص واحد وطائفة واحدة وجهة واحدة إنما تعني أن تكون إرادة الشعب هي السلطة الأعلى من جميع السلطات وأن جميع السلطات برؤسائها ووزرائها ومسؤوليها موظفون عند الشعب منفذوا سلطته ومطيعوا إرادته وليس حكاما عليه يحولون سلطة الشعب إلى فرمانات تمحق حريته وتستعبده وتذله وتغيبه في السجون والمعتقلات وتقتله نهارا جهارا في سكنه وعمله ومسجده قوة الدولة تعني شراكة الطيف الوطني بمؤسساته التشريعية والقضائية والتنفيذية وها هي بغداد في برنامجنا تقول اليوم بلسان دجلتها وشواطيه لا ولاية ثالثة للاستبداد باسم مجالسها الفكرية ونواسها وشارع متنبيها لا ولاية ثالثة لعصر التخلف والجهل من جهته قال القيادي في المجلس العلى الإسلامي باقر جبرى الزبيدي والمرشح عن قائمة المواطن قال إن الوقت حان لتولي المجلس الأعلى رئاسة الحكومة مشيرا في لقاء عبر حديث العراق على شاشة الميادين إلى أن حزب الدعوة تسلم الرئاسة لثلاث دورات متتالية ويجب أن تولى لغيره في هذه الدورة بالنتيجة أعتقد أن الدور جاء للمجلس الأعلى هذا واحد ما حصلنا عليه من نتائج كبيرة في مجالس المحافظات يعطي الضوء الأخضر للمجلس الأعلى لكي يتقدم ليحصل على هذا المنصب ليقدم الخدمة للشعب العراقي ما نمتلكه من قدرات وقابليات نجحت في وزارات متعددة لأعضاء في المجلس الأعلى كذلك يعطينا الفرصة كذلك البرنامج الذي قدمه المجلس الأعلى وإتلاف المواطن برنامج متكامل شامل يقدم الخدمات إلى المواطنين وتبقى الكلمة الأخيرة للشارع العراقي وحول الأسماء المطروحة لرئاسة الحكومة من قبل إتلاف المواطن قال الزبيدي إن هناك عددا من المرشحين لكنهم الأقدروا على تولي هذه المسؤولية لهذه المواصيات التي ذكرتها الدكتور أحمد الشلبي أقدر؟ لا لا أنا لا أقول من هو الأقدر الأقدر من وجهة نظري الشخصية طبعا أعتقد أنا الأقدر لكنه ليس بالضرورة أن أقول أنا المرشح تزداد حماوة الدعاية الانتخابية في البصرة وتتقاطع رغبات المواطنين بواقع خدمي أفضل للمحافظة بعدما استتبى الأمن فيها وفادنا إلى هناك حازم كلاس زار عددا من المرشحين واستطلع أراء شارع البصري وعدى بالتقرير الأتي مزدحمة بالسيارات واليافطات هكذا تبدو ساحات البصرة قبل أيام على الاستحقاق الانتخابي أكثر من 700 مرشح هنا من أكثر من 25 كيانا سياسيا نشروا صورهم وأطلقوا وعودهم للحصول على 25 مقعدا في برلمان العراق التقينا بعضهم وبين هجوم ودفاع سمعنا اتهامات متبادلة تقصر أحسى موجود بشكل كبير بس الأحزاب اللي ذاتحكم ذاتغطي على المسؤولين اللي موجودين ومتى ما أخلصنا من هذه التبعية الحزبية أو هاي الأثنية اللي يدي خضعون إليه أعتقد رح نقدر ننجح بعملنا عدنا مثل دائما اللي بيعيب حتى يغطي على عيبه يتهم بيه الآخرين لكن الشعب العراقي واعي ولذلك نعتقد القائمة الأكثر وأوفر حظا بأصوات العراقيين هي قائمة اتلاف القانون وسنتحدى الآخرين إذا جاءوا بنصف عدد مقاعد دولة القانون توجهات الأحرار هو الانفتاح على الجميع بغض النظر عن التجاهات الطائفية أو القومية أو العرقية وسط هذه الأجواء الانتخابية الحامية حماوة تقصي جنوب العراق نزلنا إلى الأسواق أكثر من 80% ممن يحق لهم الاقتراع تسلموا بطاقاتهم الانتخابية تتنوع الآراء هنا لكنها تتقاطع عند ضرورة الالتزام بوعود جعل البصر عاصمة العراق الاقتصادية وهي التي تسهم بأكثر من 70% من ميزانية العراق نتمنى كل مرشح أن الوعود اللي يطلقها أن ينافذها ومه مجرد أن يوعوده فقط لا أريد كرسي ولا أريد شيء هذه الخدمات رأيدي عملت الحكومة على توفير الأمن حتى أنه لم يعد هاجسا هنا وهي تحاول النهوض بالقطاعات الخدماتية في المحافظة لكن الواقع حتى الآن أقل من التطلعات وأمل المواطن هنا أن يزول ليل الخلافات السياسية لا يمكن توقع ميول الناخب البصري لكن بالتأكيد يمكن فهم تطلعاته بواقع خدميا أفضل للمحافظة بعد أن توفر الأمن صورة ترفع من مستوى وعود المرشحين وأمال الناخبين حازم كلاس البصر جنوب العراق الميادين والآن نعود إلى بغداد ولمتابعة النشر مع رامية تفضل رامية شكرا لك أحمد ونحيي المشاهدين مجددا نعتذر عن هذا الخلل الفني وقطع البث من بغداد مباشرة ضمن النشرة العراقية في الميادين تواصلنا بتقديمها والآن نتابعها من بغداد وهي أيام تسبق موعد الانتخابات النيابية في العراق المفوضية العليا تبدو أنها على أتم الاستعداد لهذا الاستحقاق وتؤكد للميادين أن الآلاف من الموظفين في المفوضية خضعوا لدورات تدريبية وباتوا جاهزين ليوم الاقتراع سارة الحاف ضعف عمل المفوضية العليا المستقلة لانتخابات مع اقتراب موعد الاستحقاق الاستعدادات اللوجستية والتنسيق الأمني وحتى الحملات الانتخابية مهمات تقع على عاطق المفوضية أكبر مركز انتخابي في منطقة الرصافة في بغداد يقدم أكثر من مليونين وثمانمائة ألف ناخب يتوزعون على منطقة جغرافية واسعة تمتد من منطقة الحسينية والراشدية مرورا بمدينة الصدر والكرادة انتهاءا بناحية الوحدة والمدائن هؤلاء الناخبين جميعهم موزعين على مية وخمسة وعشرين مركزا للتسجيل بواقع ألف ومية وعشرة مركزا للاقتراع وسوف يتوزعون هؤلاء الناخبين على بحدود سبع تالاف محطة اقتراع في يوم الانتخابات بحسب المسؤولين في المفوضية فإن تنسيقا على أعلى المستويات يجري لتأمين هذه المراكز أمنيا بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية لوجستيا أكثر من خمسة واربعين ألف موظف خضعين لدورات تدريبية كاملة سيعملون يوم الاقتراع المفوضية العليل المستقل للانتخابات بعد استلام المدارس من وزارة التربية سوف تبدأ بتهيئة هذه المراكز لاستقبال الناخبين إضافة إلى تهيئة المحطات من خلال وصول العدة اللوجستية سجل للناخبين الأحبار إضافة إلى صناديق الاختراع هذه كلها سوف تكون كاملة في اليومين القادمين لتهيئة المراكز بشكل كامل لاستقبال الناخبين أقصام كثيرة تتوزع في هذه المفوضية لتأمين الظروف المناسبة يوم الاستحقاق في السابق كان يعتمد الوكيل الكيان لأي حزب أو ائتلاف من خلال باج المفوضية الاختلاف الذي حصل هذه المرحلة أو هذه الانتخابات من المجلس النواب تم إيجاد سيكر أو لزقة أمنية للحد من عملية تزوير الوكيلة كخلية نحل يبدو مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التجهيزات اللوجستية تكتمل أكثر فأكثر مع اقتراب موعد الاستحقاق النيابي في ظل حملة أعلمية واسعة لحث المواطنين العراقيين على المشاركة في هذه الانتخابات المفصلية في تاريخ العراق من مكتب المفوضية العليا للانتخابات الرصافة بغداد سارة الحاف الميادين وللمعرفة أكثر عن تطورات المشهد الانتخابي وأيضا بما يتعلق بالإجراءات الأمنية ينضم إلينا مراسل الميادين عبدالله بدران هو معنا من حي الكرادة في العاصمة العراقية قبل أن أبدأ معك عبدالله بما يتعلق بتطورات المشهد الانتخابي والاستعدادات للمفوضية الحدث الأمني يفرض نفسه قبل قليل نقلت لنا عن انفجار لصهريج مفخخ على طريق بغداد سامرة ما المتوفر من المعلومات؟ نعم رامية العمليات التي تنفذها داعش كانت الاستخبارات العراقية قد حذرت منها ونبهت إليها من أنها تهدف لقطع أوصال المدن الرئيسية التي تشنفيها عمليات في الأنبار غرب العراق صهريج مفخخ يستهدف الجسر الرابط بين سام الراء في محافظة صلاح الدين والفلوجة في محافظة الأنبار ويبدو أن ذلك كله في ضمن العمليات التي تقوم بها داعش لمحاولة عرقلة العمليات الأمنية لمطاردتها طبعا الأنباء الأولى التي وردتنا من أن هناك انهيار في الجسر تسبب به الصهريج المفخخ وأن هناك ضحايا سقطوا من حاجز التفتيش الذي استهدف فعليا بالصهريج الذي كان يقوده انتحاري لكن لا يمكن إخفال أيضا العمليات النوعية التي نفذتها القوات العراقية تأكدت لنا المعلومة من أن جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من قتل قيس الراشدي ويعتقد أنه سعودي الجنسية قيادي بداعش قتل أثناء محاولته دخول العراق من الجانب السوري عند منفذ القائم وقرية سيد أحمد هناك محاولة فحص لـ DNA للتأكد من أوراق الرجل أو هوية الرجل أو إنه كان مطلوبا لدى الجانب العراقي كذلك معلومات لدينا بأن مدرسة المفيد في الفلوجة تم تفخيقها وتفجيرها بالكامل علما أنها كانت معتمدة قبل الوضع الساخن في الأنبار والفلوجة معتمدة لدى مفوضية الانتخابات بأن تكون مركزا انتخابيا نعم راميا عبدالله فقط بالعودة لموضوع استهداف الجسور يبدو أن الموضوع ليس بجديد يتكرر بالعمليات ما أهمية هذه الجسور؟ لماذا يتم استهدافها لربما أو التكرار باستهداف هذه الجسور إلى أي حد يؤثر ربما على العاصمة العراقية بغداد خصوصا مع اقتراب الاستحفاق الانتخابي استهداف عدد معين من الجسور بهذه التفخيخات والمفتفجرات نعم راميا المنطقة التي استهدفت اليوم بسهرج مفخخ تقع عند المثلث الذي يجمع حدود محافظات العاصمة بغداد والأنبار غرب العراق وصلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد وهو طريق كانت القوات الأمنية قد شنت قبل ثلاثة أيام تقريبا عملية أمنية لتطهيره وإعادة الانتشار فيه هناك بيئة مجتمعية وحاضنة لتنظيم داعش المنطقة تربط شمال العاصمة العراقية بغداد بشمالها الغربي بمحافظات صلاح الدين ومحافظات نينوة وهو ذات الطريق الدولي الذي يربط بغداد بشمال العراق بكردستان وبالتالي العملية التي قامت بها داعش ضمن سلسلة عمليات استهداف الجسور في قضاء عانا وراوة وحديثة والأنبار كذلك استهدفت الجسور بتفخيخ ركائزها الهدف طبعا هو ابطاء تقدم القوات البرية العراقية التي تشارك في تطهير أقضية الأنبار وبالتالي ربما الجيش العراقي بعد تحذيرات الاستخبارات السابقة من عمليات قطع أوصال هذه المناطق اعتمد طريقة نقل المقاتلين العراقيين في الجيش وشرطة الاتحادية والجهاز مكافعة الإرهاب والأعتداء والسلاح طبعا عبر الطائرات إلى قاعدة الأسد وقاعدة السقر وقاعدة المزرعة أود أن أذكر هنا أيضا رامية معلومة وردتنا قبل قليل بعد أن عقد رئيس المجموعة الأمنية في السفارة الأمريكية في بغداد مؤتملا صحفيا كان قد تحدث فيه عن أن تأخر تسليح طائرات الأباتشي يتحمله الجانب العراقي بحجة أن وزارة الدفاع العراقية لم توافق حتى الآن وأن السبب يتحمله الجانب العراقي في تحويل الأموال والجدير بالذكر أنه قبل هذا الاتفاق هناك اتفاقية استراتيجية بين العراق وأمريكا في الجهد الأمني الحكومة العراقية واللجنة الأمن والدفاع الفرلمانية حملت الجانب الأمريكي مسؤولية تأخر إيصال الأسلحة بالرغم من عمليات غرب العراق نعم تبقى معنا عبد الله والآن ننتقل إلى مدينة النجف الأشرف من هناك ننضم إلينا موفدة الميادين زهراء الديراني زهراء أبرز ما يمكن أن ننقله من تطورات المشهد الانتخابي في النجف إضافة أنه ربما عكي ضيف أيضا ليطلعنا أكثر على هذه الاستعدادات تفضلي زهراء نعم نعم رامية تشتد المنافسة في محافظة النجف مع اقتراب الموعد الاستحقاق الانتخابي تعلمين رامي أنه لأن نجف دور مهم وكبير في خارطة الأحداث العراقية نظرا للخصوصية الدينية والسياسية التي تتمتع بها وهذا ما جعلها رقما مهما في عملية التغيير وفي إحداث التغيير تبرز هنا في المحافظة يبرز اتلاف دولة القانون كأقوى الكتل المنافسة وهذا الاتلاف كما بات معلوما هو بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي هناك أيضا اتلاف الوفاء العراقي بزعامة محافظ مدينة النجف عدنان الزرفي فااتلاف المواطن بقيادة السيد عمار الحكيم وكتلة الأحرار المقربة من التيار الصدري بقيادة السيد مقتدى الصدري هذه أبرز الكتل التي تتصدر المشهد في النجف كما بات معلوما وذكرنا في رسالات سابقة وفي تقاريرنا التي أفدناكم بها يتنافس هنا في هذه المحافظة أكثر من ثلاثمائة مرشح بينهم ثمانين امرأة تقريبا ليتنفسون لشغل المقاعد البرلمانية المخصصة للنجف وهي 12 مقعدا أما بالنسبة للإجراءات الأمنية فمدرية شرطة النجف كانت قد وطعت خطة أمنية خاصة لهذه المدينة ولموعد الاستحقاق الانتخابي تعلمين أنه قبل أصلا الانتخابات هذه المدينة تقضع لإجراءات أمنية نظرا إلى توافض الآلاف الزوار إليها سنويا ومعي أكثر للاطلاع على آخر الاستعدادات والإجراءات الفنية واللوجستية معي المدير عام المفوضية العليا للانتخابات في النجف السيد سعد العبدالي سندعو يطلعنا أكثر عن هذه الاستعدادات أهلا وسهلا بك سيد سعد ما هي أبرز استعداداتكم وإن أصبحتم في هذه الاستعدادات الفنية واللوجستية والأمنية المتعلقة بيوم الاستحقاق الانتخاب نعم بسم الله الرحمن الرحيم أكمل مكتب انتخابات النجف الأشرف للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات جميع الاستعدادات الفنية والإدارية واللوجستية لانتخابات مجلس النواب العراقي 2014 جميع المواد المتعلقة بالانتخابات وصلت إلى مخازننا جميع الخطط اللوجستية قد أعدت تم تدريب أكثر من 12 ألف موظف اكتراع على إجراء التدريب وهم جاهزين لهذا الموضوع تم إعداد غرف العمليات أيضا هناك تنسيق عالي المستوى مع القيادات الأمنية جميع الخطط الأمنية تم إجراها وبدأت تنفيذ جميع الخطط لحماية مراكز الاقتراع الذي يبلغ عددها 323 مركز اقتراع عام و18 مركز اقتراع إن شاء الله سوف تكون مخصصة لما يقارب من 796 ألف ناخب في محافظة النجف الأشرف منهم 27 ألف ناخب للتصويت الخاص هذه المراكز ستضم أكثر من ألفين محطة اقتراع وسوف تستخدم تقنية جديدة في هذه الانتخابات هي عبارة عن البطاقة الإلكترونية للناخبين وأجهزة التحقق الإلكترونية التي سوف تكون موجودة في جميع المحطات الألفين بالنسبة للخروقات هل سجلتم خروقات في محافظة النجف؟ نعم حقيقة في هذه الانتخابات يجب أن نؤشر انضباط عالي المستوى من قبل الكيانات السياسية والمرشحين قياسا بالانتخابات الماضية على سبيل المثال في انتخابات العام الماضي أوقعنا 65 جزاء وعقوبة في هذه الانتخابات لحد الآن أوقعنا عقوبة واحدة وهناك قضايتين رهن التحقيق لذلك هناك التزام عالي بضوابط الحملة الانتخابية ولدينا 30 فرقة رصد منتشرة في أنحاء المحافظة لمراقبة أي خرق انتخابي نعم يحكى منذ أيام عن انتشار ظاهرة تمزيق الصور لبعض المرشحين هل هذا الكلام صحيح؟ قيل أن بعض المرشحين تقدموا بشكوى عن هذا الموضوع حقيقة لم تصلنا أي شكوى بهذا الخصوص نعم هناك بعض الصور تتمزق بسبب العوامل الجوية حيث عرضت المحافظة مرتين لأمطار وعواصف أدت إلى تمزيق بعض الصور كما قد تمزق بعض الصور بسبب الصبية أو العابثين لكن لا يوجد هناك عمل ممنهج من قبل كيان سياسي أو مرشح ضد المنافسين في تمزيق الصور ولم تؤشر لدينا أي شكوى مكتوبة بهذا الخصوص شكرا لك أستاذ سعد العبدالي عودة إليك راميا شكرا لك زهراء الديراني موفدة الميادين إلى مدينة النجف الأشرف وأيضا نشكر مراسل الميادين عبدالله بدران كان معنا أيضا من الكرادة في العاصبة العراقية بغداد وبالعودة إلى هنا إلى استوديو الميادين ببغداد انضم إلينا في استوديو الميادين ببغداد عضو اتلاف دولة القانون النائب كمال الساعدي أهلا بك يبدو أنه كلما ضاقت المدة الزمنية واقتربنا من الاستحقاق الانتخابي الهاجس الأمني يزداد خوفا ربما أو موجودا في البال والآن قبل بعض الوقت كان هناك انفجار لصهريج على طريق بغداد سام الرأ إلى أي حد نحن ربما أمام نسبة أعلى من سيارات المفخخة أو تهديد ربما لعملية الانتخابات أرسولة رحمة الرحيم تحية لك ولمشاهدي الكرام وشكرا لقناة المدين لتحت هذا الفرص على الرغم من قصاوة ما يجري لكننا لسنا قلقين على ما يجري ونعتقد أن الإرهاب سوف يصعد عملياته إلى فترة الانتخابات أو يوم الظروة يوم الانتخابات أملا من الإرهاب ومن يدعمون الإرهاب بتعطيل عملية انتخابية لكن هذا الأمر لن يتم ونحن مطمئنون بشكل كامل أن العملية انتخابية سوف تتم وتمر بسلام وسنذهب إلى وضع جديد إن شاء الله في العراق الإرهاب ليس جديد في العراق لديه أجندة ويعلم الشعب العراقي كيف يفكر وكيف يتحرك لكننا مطمئنون بشكل كامل أن لا شيء يحدث تغيير جوهري كما يفكر الإرهاب ستمر الأمور بسلام بإذن الله وهناك اطمئنان أنه ذلك لن يؤثر على مزاج الناخب العراقي أو حتى دافع بأن يشارك بالعملية الانتخابية أطلاقا أنا يوميا ألتقي بعشرات من المواطنين ونسمع منهم إصرار وأفضل مؤشر لدينا لتأكيد هذا الكلام هو استلام البطاقة الانتخابية لم نكن حتى نحن نتوقع أن الشعب العراقي سوف يقبل على استلام البطاقة الانتخابية بهذا العدد وصل العدد الموزع حتى قبل يومين كما علنته المفوضية إلى 85% من بطاقات الانتخاب وهذا مؤشر ممتاز على أن الشعب العراقي ولدينا مؤشرات أخرى أن الإقبال على العملية الانتخابية سوف يكون بمستويات جيدة إن لم أقول ممتازة وبالنسبة أيضا لمشهد الانتخابي أيضا مع انحسار المدة الزمنية تزداد وطيرة الخطابات والتصريحات من زعماء أو الرموز بالكتل والقوى المشاركة بهذه العملية اليوم كان هناك كلام لمتحدون في مهرجان انتخابي لهم في العاصمة بغداد رئيس الائتلاف سيد سامى النجيفي وهو أيضا رئيس مجلس النواب العراقي قال كلام عالي المستوى وإن لم يذكر السيد نور المالكي لكنه وجه الكلام إليه بشكل مباشر والأصرار على موضوع الدكتاتورية كيف تعلقون؟ هذا الخطاب ليس جديد وأعتقد أنه أكثر من فرد من القادة العملية السياسية اتهموا السيد المالكي واتهموا دولة القانون بالدكتاتورية ولا أدري أي دكتاتورية هذه التي يشتمون فيها رئيس الوزراء وهم على مقربة منه وتهاجمه قنوات الفضائية يوميا والأحزاب والصحافة والفيسبوك والأنترنت والخطابات الجماهيرية والرقم مفتوح أن نتعدي ما تشائين من الشتائم ومن الاتهامات أعتقد فكرة الدكتاتورية فكرة أصبحت سخيفة لا تستحق أن يعلق أحد على أن هناك دكتاتورية بالعراق لأن الأجواء مفتوحة للجميع وخير دليل أن الانتخابات الآن لدينا تسعة آلاف ونيف من المرشحين أين الدكتاتورية أيها السادة عندما يتقدم هذا العدد الهائل من المرشحين وهذا العدد الهائل من الكيانات وهذا العدد الهائل من الفضائيات والإعلانات هذه يراد منها الإساءة إلى سمعة سيد رئيس الوزراء والتأثير على الناخب العراقي أعتقد أن المواطن العراقي يدركها جيدا فقط ذكرت جزئية مهمة يجب التركيز عليها هو ما يتعلق بالإعلام أنت تربط أن أين يوجد الدكتاتورية طالما توجد هذه الفسحة الكبيرة عبر الإعلام إن كانت قنوات فضائية عراقية أو غيرها داخل العراق تعمل ويتم نقد الحكومة أو شخص رئيس الوزراء عليها بمنطلق الحرية هذا ما قصدته؟ هذا مؤشر من المؤشرات أنا مطرحة مجموعة من المؤشرات هذا أحد المؤشرات والبعض يعتبره نوع من عدم التنظيم قنوات كثيرة وإعلام غير لا يوجد له ضوابط إن كان بالطرح للحملات الانتخابية أو حتى بيض طرح يعني البعض يعتبره نقطة سلبية وليست إيجابية هذا من ناحية فنية صحيح يعني من ناحية استغلال الحرية وعلى العكس عدم التنظيم يدل على أن الحرية أكثر مما يفترض لأن الحرية لا تعني أنني أشتم الآخرين ولا تعني أنني ألجأ إلى السباب ولا تعني ألجأ إلى الكذب كما يفعل البعض لكن أيضا يبقى ذلك مؤشر على أن المجال المفتوح إلى أكثر مما هو حرية وحتى إلى الشتيمة وأعتقد أعرق البلدان الديمقراطية لا تسمح لمرشح أو قناة كما تفعل بعض القنوات تصل إلى درجة الابتذال في طرحها لذلك قد نختلف أو نتفق مع بعض الفضايات وبعض الإعلامين لكن لا أتفق أبدا مع من يقول أن هناك قمع للحريات أو للرأي في العراق هذه النقطة المهمة لذلك ركزت عليها لأنه يقول استخدام الدكتاتورية الجديدة بسعي لتحويل السلطة والجيش إلى قوة هدفها سحق الشعب وهنا الارتكاز لذلك ركزت على هذه النقطة لكن النقطة الأهم هي التي تحدث عنها السيد ضافر العاني المرشح الأول في متحدون في العاصمة بغداد أنه الرفض لولاية ثالثة بنسبة للسيد نوري المالكي دعيني أقول شيئا واحدا لا يستطيع أي جهة سياسية في هذه اللحظة أن تقرر أنها ترفض أو تقبل بصراحة شديدة عندما تفرص صناديق الاقتراع النتائج حينها سيكون كل طرف سياسي لديه حساباته في تشكيل الحكومة وسيتحول الرفض إلى قبول أو القبول إلى رفض على العكس ما الذي يحكم ذلك؟ فقط نتائج الانتخابات مجموعة من العوامل بتغير المزاج الناخي بعدد الأصوات أو عدد المقاعد شكل التحالفات وغيرها لذلك أنا أتمنى أن لا يقول أحد ذلك لأنه قد يغير رأيه في يوم ما وحينها سيكون في حرج أمام نفسه وأمام الآخرين أنا لا أعتقد أن هناك كتلة سياسية في العراق أو في العمل السياسي بشكل عام تستطيع أن تقول أنني سأرفض بشكل مطلق التحالف مع هذا الطرف أو ذاك ونتابع أيضا الساتوتة تنافس سيارات الأجرة في العراق يعتمد عليها معظم أبناء النجف لا سيما النساء منهم الزميلة زهراء ديراني ركبت أحد هذه السيارات الساتوتة وأيضا أعدت تقرير عنها نتابعه سوية الساتوتة تكسي الفقراء في العراق ولا سيما في النجف وسيلة نقل هذه طريفة وغريبة مثل اسمها تماما مستوحى من كلمة السد نظرا إلى كثرة استخدامها من قبل النساء بدأت تنتشر في العراق عام 2003 تشوق الساتوتة شوارع النجف تسابق وسائل النقل الأخرى برشاقة تحمل على ظهرها الركاب والبضائع وتصل إلى مقصدها بأقل وقت وبأجر زهيد شوية الساتوتة ترخيصة وتوصلنا بالعجل أهلنا يم المطار ترخيصة بس شوية طريق عسر شوية طريق صعدة ونزلة المناسبات في المقبرة بدلا ما نافع تكسي وشارع مزدود هاي ماك يعني مكانات مقطوعة طبيعة ماك عرق لليت عرق للسير خففت وسيلة النقل هذه من وطأة زحمة السير على أهل النجف بسبب الإجراءات الأمنية وباتت الخلاصة للمئات من شبح البطلة الحمد لله وشكير طالع الخبزة ما شيء يعني لا نقل لواحد طينا ولا قل لهذا وتشوبنا هاي ساتوتات هاي كلا واقفة نعلم عيشتها احنا بتعرف التالي الناس كلا كسابة وقعدها عوائل وما عدنا يعني الناس فقرة يعني اللي قاعد بلا جار اللي يعني عالة برقوب تشبيرة اللي جاي الدفرة الواحنا حصلنا عشر خمسة عشر نطلع عوانة الساتوتة وإن كانت الحلة السحرية لفقراء المدينة إلا أنها نغصت حياة الكثيرين فيها يعني تلقي زعبك بالشارع أو يحط رجلك على هذا على الكشين ويرفع رجل على فاق ويمشي يشوف على الأمن نفق وما نفق العراق ليس البلد العربي الوحيد الذي اشتاحته الساتوتة ففي سوريا تسمى بالطراطيرة أما في مصر فيطلقون عليها اسم التوك توك من النجف زهراء الديراني الميادين أعود إلى ضيفنا هنا في الاستيديو سيد كمال الساعدي النائب عن ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب العراقي لا أدري إذا كنت تريد أن تعلق على موضوع الساتوتة والله هي ضبعا لنا مع ذكريات بس هي ظاهرة ليست في العراق وقط في سوريا في الهند أنا شايف في باكستان وكلمة ساتوتة بالمناسبة ليست عراقية يعني هي مو بس الآلة مستوردة وأيضا للكلمة أيضا مستوردة طيب عودي للمشهد الانتخابي كنت ألتك قبل الفاصل أو ذكرت أنه كلمة تكرار الرفض لولاية ثالثة لسيد نور المالكي إما ينطوي على يقين بأنه سيد نور المالكي فعلا إلى ولاية ثالثة أو هذا اليقين مربوط بأنه الرفض ربما يكون هناك تحرك معين بعد الوصول إلى ذلك هل هذا ممكن؟ يعني أنا أكرر أقول أتمنى أن لا يقبل بعض الشركاء في عالم السياسة ليس هناك مطلقات خصوصا في قضايا التحالفات أو في تبوء أي موقع التحالفات القادمة هي التي ستحدد شكل الحكومة سواء كانت أغلبية أو نعود إلى الوراء حكومة الشراكة أو المحاصصة وأيضا شخص رئيس الوزراء ستحدده التحالفات وقوة الكتل وطبيعة الفوز الخارطة لدينا ليست واضحة في السابق كانت لدينا ثلاث كتل هي التي تحدد رئيس الوزراء عندما تتفق في الانتخابات القادمة ربما لدينا سبع أو ثمن أو حتى عشر كتل قوية وإلى جانبها أيضا مجموعة من الكتل الأخرى الأقل حجما وبالتالي من يستطيع من الآن أن يحدد شكل هذه التحالفات قوة هذه الكتل عدد المقاعد حتى يستطيع أن يرفض من البداية هو من حقا يرفض بالتأكيد لكن لا يستطيع أن يقول أن المالكي لن يكون لا أدري ما هو الرفض يعني رفض ماذا؟ رفض نتائج الانتخابات؟ أم رفض أنه إذا وصلنا لتحالفات يتصل يعني كأنه فكرة العملية الانتخابية مرفوضة؟ لا هم يرفضون يقولون نرفض أن يكون المالكي رئيس الوزراء مرة ثالثة لكن لا أحد يجرؤ على أن يقول أرفض نتائج الانتخابات هذا الأمر قد انتهى في العراق العراق الآن وفي المستقبل يحدد مسار الشعب والانتخابات وسيبقى ديمقراطيا إن شاء الله إلى الأبد لا يستطيع أحدا يغير هذا المسار لا داعش ولا الإرهاب ولا حتى الدخلات الأقليمية هذا أمر بالنسبة لنا محسوم لكن هم يصرون على أن المالكي لا نقبل به لأسباب عديدة الآن لا مجال لتوضيحه هذا بجانب من وقف كمعارضة بالنسبة لسيد نور المالكي لإتلاف دولة القانون لكن اليوم أيضا تحالف الوطني الشيعي لا يبدو أن هناك كلمة وجهة محددة بالأمس كان معنا سيد باكر جبر الزبيدي تحدث أن المجلس الأعلى هو الحق له اليوم برئاسة الوزراء قال عن نفسه أنه الأقدر لشغل هذا المنصب أنا أتمنى أن لا يتحدث إنسان عن نفسه بهذه القضية يعني في ثقافتنا فيها شيء فيها شيء ما أن يقول أنا شخص أنا الأقدر حتى لو كان هو فعلا لكن فيها شيء ما لكن أيضا هذا استباق للوقايع علينا أن ننتظر لم يبقى شيء علينا أن ننتظر ونرى نتائج الانتخابات أنا باعتقادي أن الكتلة التي ستحظى بمقاعد أكبر في داخل التحالف الوطني هي التي سترشح رئيس الوزراء على الأقل هذه الفكرة متفق عليها يعني لا يستطيع كتلة أقل مقاعد تقول أنا أرشح رئيس الوزراء هو يستند عذرا سيد كمال إلى أنه ما أفرزته يعني انتخابات المجالس المحلية بأنه المجلس الأعلى حقق حوالي 63 مقعدا وكان هو يعني صاحب المقاعد الأعلى وبالتالي يبني أنه سيكون الأقوى أيضا في انتخابات تشريعية من الناحية العددية دولة القانون كانت كأتلاف كامل هو أكثر لكن مجلس الأعلى يقول هو أكثر لوحده هذا صحيح بس هو الآن أيضا دخلت تحالفات كتل أيضا مع الدخلت فأيضا هو الآن أيضا اتلاف أيضا نحن اتلاف وتوقعتنا أن لا أريد أن أستبقى الأحداث لا أريد أن ألجأ إلى أسالي بالدعاية الأحيانا التي هي غير منضبطة لكن أنا مطمئنون أن دولة القانون ستحصد المقاعد الأكبر في العراق قياسا إلى الكتل الأخرى هذا يعني منطلق ماذا؟ استطلاعات رأي العام من أجرها؟ كثير من المنظمات الرصينة تقول أننا سنتقدم لماذا نوضح الرصينة؟ يعني هناك مؤسسات دولية ممكن نذكرها لأن هذا كلام مهم بعض المؤسسات الأمريكية بعض المؤسسات العراقية ماذا أفضت هذه استطلاعات؟ هناك أرقام تقريبية؟ أرقام تقريبية لا يستطيع أحد أن يحدد بالضبط أنا شخصيا أننا سنكون الأول نعم أما عدد المقاعد أنا شخصيا لا أستطيع أن أحدد عدد المقاعد أشكرك سيد كمال السعيدي النائب في مجلس النواب العراقي عن اتلاف دولة القانون ضيفنا في استيديو الميادين في بغداد في النشرة العراقية شكرا لك والآن إلى شمال العراق حيث حذرت أحزاب المعارضة الكردية من حصول عمليات تزوير وتلاعب بأصوات الناخبين من قبل الحزبين الحاكمين في الإقليم خلال الانتخابات أطلبت المعارضة الكردية الحكومة العراقية والمنظمات الدولية بالتدخل لضمان شفافية هذه الانتخابات المعارضة الكردية تواصل التنديدة بما تقول إنها عمليات التزوير رافقت انتخابات برلمان إقليم كردستان في أيلول سبتمبر الماضي وهي اليوم تحذر من سيناريو قائم على استغلال أحزاب السلطة لمراكز نفوذها للتأثير على الناخبين في ظل إجراءات لمفوضية الانتخابات لم تقنع أحزاب المعارضة هذه البطاقة الإلكترونية أيضا عليها مآخذ كثيرة لأن الأموات لم يخرجوا من سجل الناخبين وهناك بطاقات مكررة بأعداد كبيرة نطالب الحكومة العراقية أولا مراقبة الكيانات السياسية أحزاب السلطة في الإقليم رفضت هذه الاتهامات رامية للكرة في ملعب المفوضية التي رفضت بدورها أي تشكيك بإجراءاتها كلما المفوضية تقوم بعمالها بشكل جيد وبشكل قانوني كلما تنطي شفافية لأعمالها التي تقوم بها أثناء الانتخابات وأثناء فرز الأصوات الذي لديه بطاقة إلكترونية واسمه موجودة بالمحطة يقدر يصوت ويبصم والذي لا يمكنه بطاقة إلكترونية فهذا أكثر شيء يضمن للكيانات بأنه لا يصير عملية التلاعب وجود معارضة بات أمرا واقعيا في إقليم كردستان معارضة تقول إن حضوظها في الانتخابات لا تقل عن حزبي بارزاني وطالباني الذين كان يستحوذان على 42 مقعدا في البرلمان العراقي مقابل 14 مقعدا لحركة التغيير والأحزاب الإسلامية الكردستانية ويرى مراقبون أن سهم الاتهامات التي أطلقتها المعارضة نحو مفوضية الانتخابات والأحزاب الحاكمة تفتح جدلا قد لا يزدل ستاره حتى إعلان النتائج محمد كريم أربيل الميادين والآن ننتقل إلى الزميلة هبط الله بيطار لتطلعنا على أبرز ما تناولته الصحافة العراقية الصادرة اليوم من موضوعات نتابع السلام عليكم مشاهدينا نستهل هذه الجولة من صحيفة البيان وجاء في عنوانها الأول المفوضية تنهي استعداداتها للانتخابات النيابية افتتاح مئة مركزين وانتخابين ومركزين في تسعة عشرة دولة أيضا في صحيفة البيان تظاهرة تركية ضد قرار إقليم كردستان بحفر خندق على الحدود السورية من صحيفة البيان ننتقل إلى صحيفة الزمان ونختار من عنوانها صحيفة فرنسية قيادات داعش من مخابرات صدام التنظيم يمول من دول خليجية ويضم عشرة ألاف مقاتل أيضا في صحيفة الزمان نقرأ طائرات الجيش تنقل مستلزمات الاقتراع إلى الأنبار بابل حظر للتجوال يوم الثلاثين من نيسان والصدر يستبعد عودته إلى العمل السياسي أيضا نقرأ في هذه الصحيفة محاوذ كاركوك عودة الطالبان قريبة الكشف عن انشقاقات في الاتحاد الوطني من صحيفة الزمان إلى صحيفة الصباح ونقرأ فيها المفوضية تستكمل استعداداتها ليوم الاقتراع وإيضا في صحيفة الصباح اعتماد بطاقة الناخب لإصدار الجوازات والتموينية ونختار من هذه الصحيفة الجيش يسيطر على ممرات داعش أما الآن فننتقل إلى صحيفة العالم وجاء فيها الموصل اغتيالات تستهدف شرطة المرور أمام أنظار الناس منشورات في الزنجيلي تهدد الناخبين بالقتل وجاء في العالم نجيرفان البرزاني يجس نبض أنقرة بشأن الاستقلال ويعود راضيا أبلغ أردوغان أن الثلاثين من نيسان سيكون نقطة تحول وجاء في العالم أيضا الكرمة غالبية عناصر داعش غير عراقيين ولا وجود للصحوات في الناحية الختام مشاهدين مع صحيفة المدى ونقرأ فيها علاوي وحيد في انتخابات ديالة والمالك يتحالف مع العصائب والفضيلة وأيضا في المدى الجيش ينشر دبابات شمال الفلوجة وسط قصف بالراجمات والمدفعية أما العنوان الأخير في هذه الجولة على بوكاركوك يعلنون اتلافهم سنرد على الحويجة بصناديق الاقتراع إلى هنا نصل إلى ختام هذه الجولة السلام عليكم وفي ختام النشرة العراقية تذكير بعناوينها متحدون تعلن رفضها بقاء المالك لولاية ثالثة والنجيف يقول أن قوة الدولة لا تعني فرض ديكتاتورية جديدة باكر جبر الزبيدي يعتبر أن الوقت حان لتولي المجلس الأعلى رئاسة الحكومة ويقول أنه الأقدر بين المرشحين لشغل هذا المنصب السكتوتة وصيلة نقل استحدثها أبناء النجف باتت تنافس سيارات الأجرة وتعتمد عليها النساء في تنقلهن لكم التحية من طاقم الميادين من هنا من العاصمة العراقية بغداد نلقاكم عند السابعة بتوقيت القدس الشريف في حلقة جديدة من حديث العراق نصدف فيها الشيخ قيس الخز علي الأمين العام لعصائب أهل الحق يقدم هذه الحلقة من حديث العراق الزميل عبد الله شمس الدين إلى ذلك الوقت السلام عليكم اشتركوا في القناة